اهلا بكم في حلقة جديدة واخر حلقة في الكورس بتاع كتابة الاغاني عايزين بقى نقفل بحلقة قوية جدا عشان نبقى قفلنا الكورس ده كده ونرجع بقى نشوف بقية الكورسات هنعمل فيها ايه هنتكلم عن سرقة الاغاني والاكتباس ايه الفرق بين السرقة وفرق بين الاكتباس اول حاجة بيجيني سؤال كتير جدا هو انا ممكن الاغاني بتاعتي تتسرق السؤال ده مهمة اوي يعني كل واحد بيكتب كلام حاسس انه ممكن مثلا يدي لحدك حد ده يسرق الكلام ده الموضوع ده مش بالسهولة دي كده مش اي حد هيروح واخد الكلام يسرقوا منك وبعدين يعني هل انت شاعر جامد اوي بما فيه الكفاية ان انت لمجرد انك تكتب كلام حد هيسرقه بس كل واحد برضو بيبقى خايف على حاجته لدرجة ان الناس اللي بتكلمني يعني انا مش هسرقك ما تخافش ففيه ناس بتكلمني مثلا يقول launch كاتب كلام وكنت عايزك تلحنهولي وبتاع انا عايزة باتلولك مسلا على الواتساب طب بتفضل ايبعاتي الكلام على الواتساب يقول لي طب اللي يضمن لي ان الكلام ما يسرقش اعم انا انا اللي هسرقك يعني انت اللي مكلمني ولا اللي هسرقك فما تقلقوش الموضوع ده مش كده وفيه ناس بتبقى الا الان ع الكلام لدرجة ان هو يقولك مثلا هروح اسجله في الشهر العقاري او اسجله في المصنفات او الكلام ده كله بتصرفه فلوس على الفاضي لان خلوا بالكم انت مثلا سجلت الاغنية وانت كاتبها بشكل معين وخلاص مزبطها على كده وروحت سجلتها دفعت فلوس عملتها حاجات دمغات مش عارف ايه الكلام ده كله. لو جيت بعد كده هتباعها لحد ده لو اتبعت يعني اه وغيرت فيها كلمة يبقى اللي انت مسجله غير اللي انت هتنزل بيه. فكل اللي انت مسجله ده مالوش اي لازمة. فلازم تروح تسجل من الاول تاني والكلام ده. امتى بنسجل لما خلاص اتفقت مع المطرب وخلاص الاغنية دي مسلا هتخش بكرة. فخلاص لازم تعمل لها مسلا تنازل او تعمل لها تسجيل فايه اه اللي هو بقى الايه الاجراءات الحكومية. ده السبب الوحيد اللي بنسجل عنه. عشانه. طب يعني انت خايف على كلامك مش عايزه يتسرق مش عايز الكلام ده كله. ما فيش مشكلة. يعني بصوا اولا ما بقاش حد الدنيا ما بقيتش زي زمان. ان كل واحد يعني يكتب كلام يقعد يسجله وبتاعه كده. والناس بتخاف اصلا تسرق من بعض. انت مسلا لو سرقت منك كلمة ولا حاجة زي كده. هتبقى فضيحة يعني. السوشيال ميديا ما خلاش. ففيه ابسط طريقة لتسجيل حقك. ارفع حاقتك على الفيسبوك عندك مسلا او حتى ان شاء الله تعملها برايفت. بس انت مجرد ما رفعتها عندك هي بتتسجل بالتاريخ بتاعها كده مسلا ان انت رفعتها يوم مسلا الخميس اه مسلا الفين وتسعتاشر اه يوم كزا. انا مسلا جيت كتبت نفس الكلام ده في الفين وعشرين. فطبعا انت اثبات حق اليك ان انت رفعتها في الفين وتسعتاشر فده كده كلامك. فدي من ضمن الحاجات يعني البسيطة اللي تقدر تثبت بها حقك. بس ما تخافوش محدش بيسرق من حد حاجة. بعدين مين هيسرق منك مسلا ايمن بهجة امر مسلا هيسرق منك كلام. امير طعيمة مسلا عشان يروح يديه العمر دياب ولا بتاع. الناس دي ليها عمر وتاريخ وكده. وانت بالنسبة لهم بتبقى مبتدئ. فانا بنصح الناس المبتدئين ما تشغلش نفسك ان انا هقعد اكتب كلام ويتسرق ويحصل ايه وايه وايه والكلام ده بل. دي اول نقطة عايزين نتكلم عنها في الحلقة. طيب ايه بقى اه العنوان الحلقة الحقيقي لان دي بس نقطة كنت عايز اجاوب عليها عشان ايه نخلص من الموضوع ده. عنوان الحلقة الحقيقي بقى هو الاقتباس والسرقة. في ناس اه بتقتبس. طب والاقتباس ده يعتبر سرقة? لا ما يعتبرش. يعتبر انك بتاخد الموت بس. بتاخد الروح العامة بتاعة الاغنية عشان تدخلك في الموت. وهقول طرق كتير دلوقتي للاقتباس او طرق كتير برضو للسرقة. والسرقة فيها سرقة بحرفانة. يعني ما تحتسبش سرقة. يعني تبقى بس ايه? ملمسها مع حاجة. شابه حاجة مش عارف ايه وكده. انما في قواعد السرقة سرقة? لا مش سرقة خالص. ودي برضو بتبقى من ضمن الاحترافية انك تعرف تاخد حاجة وتقيفها عشان تمشي. عارفين فكرة لما بتجيب لبس يطلع واسع عليك فتروح مقيفه عشان يبقى بتاعك? هو ما كانش بتاعك اصلا بس انت قيفته عشان يبقى على قدك. هو دي الفكرة اللي انا بتكلم عنها. طيب تعال نشوف الفرق. الاحترافية دايما بتسهل كل حاجة. لو مش محترف هبوز الدنيا. لو مش محترف وبتكتب على تيمة هبوزه. لو مش محترف عايز تعمل تقسيمة هبوز. لو مش محترف عايز تسرق اغنية هتسرقها بجد هبوزها. فمثلا ايه? اه لما كان حد بيكلمني بقول له مسلا عايز اغنية خفيفة تنفع لاغاني عمر دياب مسلا لحاجات خفيفة وكده. يروح رايح سامع اغاني عمر دياب وجايب لي من كل اغنية كلمة ويقول لي خدي. بلاقي اللي ان اغاني هي تجميعة من اغاني عمر دياب اللي هي موجودة اصلا. يقول لي ايه رأيك? اقول له ايه ده? ما هتعتبر سرقة هتعتبر قلة خبرة. لان هو حاول يخش في المود ده ما عرفش. وقلة احترافية. فعمل التجميع بتاعته ان هو جايب لي اصلا كلمة من كل اغنية. اه ومقيفهم على بعض ويقول لي خده. طبعا كده ما يعتبرش عمل حاجة جديدة. طيب الاقتماس بقى ده يتعمل ازاي? اول حاجة انت عايز تقتبس حاجة. لان انت خلاص انت مش مش طول الوقت هتعرف تجيب افكار جديدة. لان الافكار اللي عندك بتخلص محتاجتش حين جديد. طب تعمل ايه? تفرج على مشهد في فيلم. مسلا دي اول حاجة. اكتبوا بقى وراي الحاجات دي عشان دي الطرق اللي ممكن تقتبس منها. اتفرج على مشهد في فيلم. لقيت مسلا المشهد بيتكلم عن اتنين كانوا قاعدين في مكان بيبصوا البعض فاتكلموا فقالوا كذا 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 تروح موقف. الموضوع ده كده لو انت عايز تعمل عنه اغنية ممكن تكتب عنه ايه? فممكن تكتب عنه ان مثلا يعني اغنية ايفها ان ده يبقى الكليب بتاعها. ده المشهد ده يبقى الكليب بتاعها. فهتلاقي مسلا ان هما كان قاعدين مع بعض فهو قال لها مسلا انا مش هقدر اكمل معاك لان انا مسلا اه ما بحبكيش زي الاول او حدا زي كده. فانت بتكتب اغنيتك في النطاق ده. بحيس ان انت لو فصلت الاغنية دي عالكليب ده يطلعوا مع بعض. كأنك شفت الكليب الاول وعملت له الاغنية. طب ما هي سرق هي بقى? انت سرق بقى الفكرة زي ما هي وعملت عليها كلام. لأ. انت اقتبست بس. انت شفت الفكرة خليته يديك المود وكتبت. يعني بقى نفس الكلام لو انت كنت كتبت الكلام الاول والمخرج شاف كلامك وشاف الاغنية. الفكرة اللي ممكن تجيله اللي هو المشهد في الفيلم ده. بس احنا عكسناه. فمسلا دي اول طريقة للاقتباس. طيب ايه الطريقة التانية? في طريقة تانية بس دي مش متدولة قوي وعايزة شوية ايه? تعب ومجهول. الترجمة. يعني ايه الترجمة? هات اي اغنية انجليش? لان هما بيفكروا بعقلية غيرنا. بيحطوا مصطلحات غيرنا. طريقة كلامهم مختلفة. وترجمها. ترجم الاغنية زي ما هي. شوف بتقول ايه? اقرى ثقافات غير ثقافات. يعني مسلا تعالوا نجرب واحدة في اغنية مسلا لادال شهرة قوي لها بتاعت سامون لايك يو. فهي مسلا بتقول له ايه? الترجمة يعني المفروض انا سمعت ان انت استقريت وقابلت بنت واتجوزت حاليا. لو انت جيت تكتب بنفس الطريقة دي كده انا سمعت ان انت قابلت بنت واتجوزتها ما تنفعش اغنية عربي. بس انت بتاخد ايه? القصة. ماشي. يبقى انا عرفت انك اتجوزت وقابلت واحدة او بتاع. سمعت ان احلامك كلها الحقائق. اتمنى ان هي تكون اديتك الحاجات اللي انا ما قدرتش اديها لك. فانت كده فهمت الفكرة. فخلاص تروح انت جاي بقى الورقة والقلم بعد ما ترجمت. تكتب ممكن نفس الفكرة بس الطريقتك انت. اوعى تاخد نفس الكلام زي ما هو مكتوب تروح اكتبه. اه دي كده تبقى سرقة. يبقى انت عملت ايه? ترجمت الكلام وعملته بالعربي وخلاص قلت دي اغنيتك. لا ما هي مش اغنيتك. انت ممكن تاخد مجمع للفكرة وتبتدي تعمل زيها بطريقتك انت. انت بس اقتبست. وسعت لك خيالك. فمسلا ايه? لقيت الاغنية بتقول ان انا عرفت انك قابلت واحدة وحبتها. ده بقى كلامك انت. انا سمعت انك قابلت واحدة وحبتها. وكده مش لازم بقى تقول نفس الكلام. استقريت ولقيت واحدة حققت لك احلامك ومش عارف ايه والكلام ده. ممكن تقول ان انا عرفت انك لقيت واحدة وحبتها. اه اتمنى ان انت تعيش معها اكتر ما يعني احسن ما كنت عايش معايا. سمعت ان هي حققت لك احلامك. سمعت ان اه مثلا اديتك حاجات انا ما كنتش بقدر اديها لك. السياق ده كده. واتغير بقى شوية كلمات وشوية معاني وبتاعي بقى انت خدت المود العام لكن بعيد عن الاغنية خالص. تي برضو طريقة من طرق الكتباس. انك ترجم حاجة وتقولها بطريقتك. اه بعد كده هي بتقول له يعني انا كمان هلاقي حد زيك. زيك مش زيك يعني شخصيا لا زيك يعني زي ما انت لقيت يعني. فمسلا المود ده كده لما لجي نقلقه في الاغنة العربي عندنا هتلاقي انغام عاملة مثلا هتمنى له الخير. امير طعيمه. فممكن تبقى صدفة ان مثلا اه نفس الفكرة بالزبط. واتقالت بشكل تاني. او ممكن مسلا يكون امير طعيمة من كتر مسلا بيقرأ وبيزاكر وبيزاكر ثقافات تانية وحاجات زي كده. عجبته الفكرة دي. فما بياخدش الفكرة ينقلها زي ما هي. بيعملها بشكل مختلف. هتمنى له الخير ان هو قابل واحدة غيري ومش عارف ايه وكي. انا مش هقول له بقى انت سيبتني وانت جرحتني. خلاص يا عم انا مش مكفيك. يعني مش مرتاح معايا. اتمنى لك الخير في الايه? في البنت اللي انت قابلتها جديد. دي مسلا حاجة. في حاجة تانية ممكن تشوف اي اغنية تانية. في اغنية مسلا لمين? تعال نجرب اي حاجة. اه مختلفة مسلا. مايكل جاكسون مسلا. كان في اغنية اسمها مان ان دا ميرور. رجل في المراية. بيقول هعمل تغيير حتى لو مرة في حياتي. يعني هحس بحاجة يعني كويسة. وهحس باختلاف وتغيير في حياتي وهحس ان انا بعمل الحاجة الصحة. وبعد كده بيبتدي يتكلم بقى السياق والموضوع بيخش بقى ايه? ان هو بيتكلم عن اطفال الشوارع ومش عارف الناس مش الشارع مش لاقي اتاكل والناس مش عارف ايه وكده. انت مش هتخش قوي في الحتة دي. فانت ممكن تقول ايه? ان انت ناوي تعمل تغيير في حياتك. والتغيير بس انت جدتك الفكرة. ممكن الفكرة بقى تشدك لحتة تانية. التغيير ده ان انا مسلا ناوي بقى احسن ناوي بقى كزا ناوي بقى كزا ناوي اه اسامح اللي جرحني ناوي مش عارف اعمل ايه. ناوي اطور من نفس. اي حاجة المهم ان انت ايه? هتعمل تغيير في حياتك. ده حتى الاغنية زي ما هي كده اتخدت. يعني الفكرة يعني العامة يعني. انا باوريكم ان الغرب زي ما بفكروا بتلاقي فيه تورد افكار الناحية التانية برضو بشكل معين. هتلاقي مسلا ايه بابص للروح فجأة لقيتني لقيتني مش عارف ايه كبرت فجأة تعبت المفاجأة ونزلت دمعتي. بابص في المراية ولقيت كزا وكزا كزا. اغنية مع مين نازل مع عبد البسط حمودة. بس كلامها مزبوط. وكلامها اثر في الناس جدا مع ان اغنية شعبي. ايه ده? يبقى انت لازم تسمع كل الحاجات. انا بسمع مايكل جاكسون وبسمع ادل وبسمع عبد البسط حمودة وبسمع قديم وبسمع جديد وبسمع كل الحاجات. فده فكرة الاكتباس. ان انت بتقرأ برا ثقافتك. لان انت طول الوقت لو عمال تسمع عمر دياب بس وبتسمع رامي صبري بس. بتسمع شيرين بس وبتسمع الحاجات دي بس. ما عندكش جديد. انت قافل على نفسك مود معين. لان اولا هم نفس الشعرة اللي بيكتبوا هنا هم هنا هم هنا. فبرضو ايه? يعني ممكن تكون الدايرة كبيرة برضو شوية. بس هي ده نفس الدايرة. امتى تختلف? لما تطلع برا النطاق. اسمع ثقافات مختلفة. سواء كنت ملحن او سواء كنت شاع. في اغنية مسلا لفرانك سينترا اسمها بيقول المفروض ان هم مسلا اتنين كانوا غربة عن بعض. بيبصوا البعض بيتبادلوا النظرات وحاجات زي كده. يعني الموضوع كله عن ايه? حب من اول نظر. فانت ممكن تاخد الاف ده تكتب اسم الاغنية حب من اول نظر. وتشرح القصة. كنا واقفين عملنا كزا كزا بسط لها بسط لي يا حبينا بعض من بعيد لبعيد. اول كلمة كانت كزا عملتها قصة. بس الفكرة جات منين? ان مسلا مش عارف بصوا البعض عملوا كزا كزا كزا. فعجبتك الفكرة وانت بتسمحها كاغنية انجلش. طب يا سيد انا الانجلش بتاع ضعيف. ما بعرفش اعمل الكلام ده. جوجل. خش على جوجل جرب. ترجم. خش على اليوتيوب اكتب اغنية كزا مترجمة بالعربي. هيكتب لك الكلام وتحدي الترجمة. مفيش هسهل من كده. بس اهم حاجة وسع ثقافتك. اعضي اقرا كتير وشوف حاجات مختلفة. وآآ ما تنطقتش حاجة. جرب الاول وكل حاجة هتاخد منها خبرة جديدة. انا كان في اغاني بتنرفزني جدا وبتضيقني جدا. بحس ان انا يعني بص مش قادر اسمع الاغنية دي. بعد فترة بتعود عليها. بلقيني حبيتي الاغنية. من جدا. وعد اقول لي صحابي ان انا كنت الاغنية دي بتضيق منها جدا اللي قتي بحبها. ليه? ان انا في الاول ما بديش نفسي فرصة بانطقت بهاجم. ايه وقت هاجم? دي غلطة برضه انا وقعت فيها. فابتدي ادي لنفسك فرصة. اسمع. جرب. لحد ما تلاقي هل انت عارفت اتقبلها? هل عارفت تأيفها على المود اللي انت عايز تعمله ولا لا? امتى بقى يكون بسة? ان اخد الفكرة زي ما هي. الكلام زي ما هو. اترجمه واكتبه حرفيا زي ما هو موجود. اقول ده كلامي بتاعتي. ده كده هو النغر. اتمنى تكونوا استفدتم من الكورس ده. وان شاء الله هنبدأ بقى اما نسجل حاجة جديدة كورس جديد او هنراجع بقى طبعا في كورسات قديمة لسه متقفلتش. لسه في حاجات لها جديد لها حاجات زي كده. ان شاء الله تكونوا مبسطتوا معنا. وتابعوا بقى القناة هتلاقوا فيه كزا حاجة يا حاجة كتير غير الشعر بس عشان لو انت داخل تتفرج على الشعر. لا ده فيه تعليم جيتار فيه تعليم كيانو فيه تعليم توزيع موسيقى دي. فيه حاجات كتيرة القناة فيها حاجات كتيرة. بس هشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.